نتوجه الآن للحديث أكثر عن الأزمة السودانية أيضاً حيث دعى مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار في البلاد خلال شهر رمضان مع تدهور الأوضاع في البلاد وأيدت 14 دولة نصلاً اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه يدعو كل أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار وقبل التصويت على مشروع القرار أيضاً دعت الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار في السودان مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية نتابع سودانيس يحتاج إلى مرسل الشرق أحمد العربي أيضاً لنقف على أبرز وآخر هذه التطورات والمستجدات. أهلاً بك معنا أحمد. إذاً مجلس الامن وافق على أو أقر هذا القرار فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في شهر رمضان. أريد أن أعرف منك كيف رصدتم ردود الفعل سواء من الأطراف السياسية المدنية وحتى الشارع السوداني اليوم إزاء هذا القرار. أهلاً بك دينا وبالسادة المشاهدين. طبعاً هذا القرار استبقته الحكومة السودانية ببيان عبر وزارة الخارجية أكدت ترحيبها بقرار وقف إطلاق النار لكنها اشترطت عدداً من الشروط. أولى هذه الشروط هو خروج ما اسمته ميليشيا قوات الدعم السريع من المنازل والأعيان المدنية تنفيذاً لاتفاق جدة في الحادي عشر من مايو العام الماضي. بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التي طلبت الحكومة السودانية اتخاذها. لكن حتى الآن ردود الفعل دينا. طبعاً هذا القرار البعض يصفه بأنه جاء متأخراً وقبل وقت قليل جداً من رمضان. وافتقر للآلية. آلية التنفيذ. كيف يمكن تنفيذ هذه الآلية. خاصة لدى الشعب السوداني تجربة سابقة في رمضان العام الماضي. إبان اندلاع هذه الحرب بأن فترة الهدنة كانت فترة تشهد انتهاكات واسعة واحتلال للبيوت وغير ذلك. عموماً هناك أيضاً ردة فعل من القيادة في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. ونائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف. والذي رحب بهذا القرار واعتبر أنه قرار مناسب وأنه يخفف الكثير جداً من معاناة الناس. خاصة أنه يأتي في وقت يشهد فيه المواطنين تشريد ونهب وقتل على حد وصفه. وطالب قيادة الجيش وقيادة الدعم السريع بالالتزام بهذا القرار. لكن دينا طبعاً يظل هذا القرار مفتقراً للآلية التي يمكن من خلالها تنفيذ هذا القرار. حتى الآن طبعاً قوات الدعم السريع لم يترد رسمياً. يجعلنا نتوقع ربما بأنه لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النال خلال شهر رمضان. باعتبار أيضاً لاعلم إن كان هناك موقف أيضاً من حماية أو قوات الدعم السريع في هذا السياق. وماذا يحدث بعد ذلك؟ ما هو المرتقب؟ نعم دينا عملياً لا يمكن تنفيذ هذا القرار. وفق المعطيات على الأرض وفق المعطيات على الميدان. هناك معارك عسكرية اليوم متواصلة في الخرطوم في الجزيرة. الجيش أيضاً دفع بتعزيزات عسكرية من ولاية النيل الأزرق. والتي اتجهت نحو ولاية سينار مروراً إلى ولاية الجزيرة. والتي بلا شك ستشهد من خلال الأيام المقبلة معاركة فاصلة ما بين الجيش وقوات الدعم السريع. والتي وفق ناشطين تحدثوا في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي. أنهم اشتاحوا عدداً من القرى واستغلوا عملية انقطاع الإنترنت. عملياً دينا حتى الآن الحكومة مصرة على رأيها. وأنها تريد تنفيذ هذا القرار. لكن بشرط خروج قوات الدعم السريع من المنازل. وأيضاً خروجها من الولايات التي دخلتها عقب التوقيع على إعلان جدة في الحادي عشر من مايو العام الماضي. مثل ولاية الجزيرة، ولاية سينار، ولاية شرق دارفور، ولاية جنوب دارفور. وغيرها من الولايات التي حتى الآن تستولي عليها قوات الدعم السريع. حتى الآن القوات أو قوات الدعم السريع لم ترد على هذا القرار. نتوقع خلال هذا اليوم أن يصدر بيان من قيادة قوات الدعم السريع. للتعليق على قرار مجلس الأمر بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان. لكن الحكومة حتى الآن دينا موقفها المعلن عبر وزارة الخارجية. وأيضا عبر مبعوث أو ممثل السودان فيها الأمم المتحدة. والذي طالب الأمين العام للأمم المتحدة بتحديد الآلية التي يمكن من خلالها تنفيذ هذا القرار. نعم دينا. شكرا جزيلا لك أحمد العربي مرسل الشرق. كنت معنا مباشرة من بورت سودان.